نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضية الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا أهلا وسهلا حياك الله وإياك أولدي نرحب عزاني وشاهدين في أسئلتكم على رقم الواسل الذي يظهر لكم على الشاشة نأخذ شيخنا السؤال التفاعل هذا الأسبوع نعم السؤال التفاعل يقول ما هو الكتاب الذي قرأته بسبب الثناء عليه وكيف وجدته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله صحبه وعلى الله صحبه وعلى أما بعد هذا أصل من أصول معرفة الكتب الجيدة أنك تقرأ وتقتني الكتب التي يثني عليها أهل العلم المعتنون ببيان مثل هذه الكتب وهذا طريق سديد في معرفة جودة الكتب فبعض نتكلم عن معرفة الطبعة الجيدة من غير ما أننا علاقة نتكلم عن جودة الكتاب يقرأ أو لا يقتنى أو لا هذا الأصل عندنا نبع سؤالنا عن تجارب الإخوة الأفاضل أنهم سمعوا من أثنى على كتاب فذهب واشتراه وقرأه وحينئذ يكون يعني كيف وجدته يعني هل هو فعلا محل للثناء أو ليس محل للثناء هذا هذا القصب ونبع التجارب عرفات الرافق يقول كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لبارك فوري رحمه الله ورحمه توازع أقرأ فيه وكأني أقرأ في كتب الرقائق كتاب ماتع جعله الله في ميزانه حسنا أو صدق هو حقيقة هذا من الكتب الذي بس ما ذكر كيف سمع الثناء عليه لكنه أهل لذلك فعلا هذا من الكتب التي يوصى بها أصلا وصاحبه وأخذ عليها الجائزة جائزة مليك فيها صلى نعم ورمز يقول كتاب فتح الباري لابن حجر مجلد عظيم النفع ما يحتاج عدد فتح الباري ما يحتاج لكن هذا كتاب للمنتهي يعني والثناء عليه متواتر وريم ومونة يقولون رياض الصالحين أفضل وأمتع كتاب وهو محل للثلاء أيضا وهذا يصلح أيضا كمان لعامة الناس بل هذا مما يقرأ في المساجد بركتي وفي البيوت يقرأ أيضا نعم وهو كتاب مبارك لأنه جامع للأبواب التي يحتاج المسلم في عموم حياته من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق ورقائق وغير ذلك نعم وعبد الله بن طالب يقول كتاب مفيد الآنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للعلامة عبد الله بن جاسر النجدي بتحقيق الدكتور سعود الأغديان قد سمعت أثناء الشيخ الدكتور محمد بن هادي مدخلي عليه فلما قرأته وجدته كما قيل عنه بالأجود وصدق وهو من الكتب النفيسة في بابها التي جودها مؤلف رحمة الله عليه وهو كتاب طبعا بالتحقيق المذكور في أربع مجلدات لكن أيضا طبعا باختصار في مجلد واحد مضغوط تقريبا بنفس التحقيق أو تحقيق آخر؟ لا نفسه بس هو نفسه واختصر لكن طبعا طبعا من قبل أصنا كذلك وهو كتاب نفيس ينصح به في القراءة إذا جاء الإنسان أراد أن يعرف أحكام الحج ومسائل الحج كتاب جدير بالاقتناء والقراءة في كل موسم كل مجال موسم الحج وهو كذلك أيضا وهو الكتب المؤصلة للباب نعم وأبو صفياني يقول سير علام النبلاء وجدته من أفضل مصنفات في هذا الباب ما يحتاج أو هو صادق والكتاب أصلا جليل من أجل ما تقرأ في كتب التراجم للعلماء وهو من أجل مصنفات الإمام الذهبي رحمة الله عليه وكان يحتفي به هو أيضا وهو كتاب لا تمل منه إطلاق من النفائس التي فيه والفرائد واللطائف وغير ذلك نعم وأنا شخصيا أبي كم رجعت بعد البرنامج بعد ما أسمع كتب أقرأها في بعض البرنامج وكثير منها ختمته وأعرف بعض أصحابي لا يكد يقرأ كتاب إلا إذا يثني عليه يثني إليه تحمس قراتي إذا ما أثني ما يروح فتش ويتعب نفسه يعني أقولته وهذا باب هذا باب لمعرفة الكتب الجيدة أنا بداية الطلب بداية المعرفة الكتب كولدي كنت أشوف الثناء الكتب المقدمات والتحقيقات والتعاليق الكتب ترى يثني بعضها على بعض وتكشف بعضها بعضا فلما كنت أقرأ إذا أثني على كتاب أكتبه وأحصله خاصة إذا جاء ثامن أئمة معروفين يجي يثني على كتاب لفلان وكتاب لفلان هذا لا تفرض فيه لأن من عالم إمام ما يحتاج المعاصرين هم الباحثين محلل الثقة إذا أردتم إذا وجدتم يثنون على كتاب معين فالحمد لله وبهذا يتحصل عندك مجموعة ممتازة في أوائل الطلب قرأت من أجود ما يكون من المصنفات في بابها تقرأ أجود ما كتب في التفسير في الاعتقاد في الحديث في المصطلح في الأصول والسبب تتبعك لمثل هذه الثناءات الموجودة وإذا نعرف أحد من الإخوة الأفاضل اللي يتابعون البرامج الله يعطيهم العافية جميعا يقول لكلما أثنيت على كتاب أخدته يعني اشتريته واختنيت فقرأت الكتب التي أثنيت عليها ثنان عاطرا هذا اللي تقول عليها بحث باذخ ولا نفيس جدا في باقي وكذا في هذه الطريقة يقول فقرأتها فاجتمعت يقول عندي مكتبة نفيسة وأختصرت لي كثير من العلم وانتبعت بها هو هذا القصد أنه حيانا ترى الدلالة على بعض المصنفات والكتب هذه ترى نحتسب فيها الأجر ومن غايات البرنامج إن شاء الله وإنه استفد منها الثناء وإن كنت لا أحرس جدا على هذا لكن بعضها أصلا تأخذ بالألباب يعني أصلا صاحبه يستحق هذه الثناء العاطر لها وبهذه الطريقة لكن طبعا الأخوة لازم ينتبهوا إلى أمر مهم ترى الكتب يثنى عليها لكن أحيانا لا تكون مناسبة للمرحلة العمورية ولا لمرحلة الطلب لمن يقتنيها طبعا إذا كان أحيانا ربما يشتري إنسان لكتاب يثنى عليه جدا وهو آل للثناء لكنه لمرحلتي لا تصل يعني أدكم أنا مرت بهذه التجربة سمعت من يثني على مجموعة الفتاوى لشيخ سامة تيمية وهو أيضا محل للثناء وكتاب عظيم سبعة وثلاثين مجلد آخر مجلدين فارس والله أقول والله لأنه سمعت من يقول فيه كل شيء من العلوم ما شاء الله كم عمرها وقتها كذي؟ ثلاثة عشر أربعة عشر حولها يعدوني داخل الأولى متوسط فالمقصود أنه والله أقول والله ما دام فيها أروح أشتري والله أشتريت فعلا الكتاب لكن سلمك الله يتقرأ خاصا أو كتب المجلدات الأولى كلها تعرف الاعتقاد والرد المنطقي ولك الله ما أفهم شيء أفك الصفحة الأولى والثانية ما أفهم يعني قليل جدا بحكم المرحلة العمرية لسه حتى في ما نقول بدين الطلب لسه نحرافعين لسه على الخطوة لسه ما حطيناها حتى على الدرجة الأولى فمن الطبيعي جدا أن لا تفهم شيئا من هذه الكتب أي تنتفع بها لا لأنها ليست محلة للانتفاع بل هي غاية النفع فيها لكن أنت كمرحلة ومستوى لا تستطيع ما عندك آلات فهم مثل هذا الكتب فينتبه يفرق بين الكتاب يكون محل الثناء وبين الكتاب أنت نفسك ما تستطيع الانتفاع به لأجل ما عندك ما حصلت الآلة التي تجريك تنتفع به شيخنا هنا يرد سؤال ربما من بعض الأخوة يعني ينقدع في ذهني يقول سمعت كتاب وهو محل الثناء هو أعلى من مستويه هل اقتنيه الآن حتى لا يفوت له كتاب ثم أقرأه إذا صدت تلك المرحلة والله أنا أنصح إن كان هو في سلم الطلب ماشي وخاصة إذا دخلوا الكليات كذا أو لازم شيخا أو هو صاحب جدع مالية يعني صاحب سعة مالية ما أنصح يفرط لأنه لو لم تقرأه وتستفيد يجعله من بعدك يما توقفه في حياتك وإما إن شاء الله بعد مماتك يوقف أو يذهب إلى جهة خيرية لكن ما أصلح تفرط فيه مدام عندك سعة مالية أو أنت في مراحل الطلب ماشي إن شاء الله وعلى فكرة طبعا ليس كل كتب العلمية صعب فيها من ألف هام لا ليس صعبا في ألف هام كلها بعضها والله أنا عميق جدا يعني يحتاج إلى مستوى عالي يعني من تحصيل العلوم والآلة علوم الآلة بالذات وبعضها والله تفهم يعني لا باز بها لكن الكتاب ونحن نقول نحن كانت عن تجربة الإخوة المشاهدين كتاب أثني عليه فاشتراه لأجل الثناء فقرأوا فكيف وجدته هو أهل الثناء ولا لا يعني معناها أنهم حصلوا شيء كل الإخوة المرة الآن تجاربهم واضح أنهم استفادوا من الكتب وواضح أنهم كانت مناسبة لأعمالهم أو لمحل الاقتناء فانتفعوا بها والحمد لله والتجارب طيبة نسأل الله التوفيق للجميع نبدأ نبدأ بكتاب تثني عليه إن شاء الله هذا ولدي رسالة علمية باذي خاف بمعنى الكلمة وأنا كنت أحدثك بها بالسيارة ونحن جديد صح أو لا والحقيقة تأخذ بالألباب بعض الأبحاث لها مزايا خاصة إما مزاياها أنها خليط من العلوم أو أن صاحبها متوسع في الاطلاع أو أنه عنده ملكة في حسن التحليل والتقرير والإيجادة في الاستنباط فتجد فيها ما لا تجد في غيرها وهذه الرسالة صاحبها هو من هذا النوم كتابه هذا جمع بين ثلاثة من العلوم علم الاعتقاد وعلم البلاغة وعلم التفسير ثم هو أيضا متمكن فيها وهو قد خصل دراسة بآيات الاعتقاد لكن درس من الناحية البلاغية ثم هو لم يصلت الناحية البلاغية التي عامت أو أكثر من يكتب في هذا الجانب سواء من المتقدمين أو المعاصرين إنما يتكلم عنها من الناحية الجمالية البلاغية التي تفيدها التراكيب في النظم القرآني وإنما درسها من الناحية من ناحية إفادتها للمعاني فهو أراد إبراز ما فيها من جلال المعاني وإن كان يوجد فيها كثير من جمال المعاني فدراسته جلالية وليست جمالية وإن كانت الجمالية مقررة في غير من الكتب أما البحث فهو بعنوان خصائص التراكيب في آيات العقيدة وأثرها في تقرير المعنى هذه تكملة العنوان دراسة بلاغية تحليلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد آل نوم القحطاني وفقه الله قدم بمقدمة فيها أهمية التركيز على مثل هذه الدراسات وإفادتها الفائدة العظمى في تقرير اعتقادها للسنة والجماعة وفيها انحراف كثير من الكتابات التي كتبت في البلاغة علم المعاني عظيم وهو جلء من الدرس البلاغي لكن مما يتعلق به موضوع التراكيب تعرف عندنا الكلام إما جمل تراكبية أو عندنا مفردة فالتراكيب والإفراد المفردات تدخل فيه جمل فتركب فتفيده أحيانا معاني ربما المفردة لوحدها لا تفيده هو أجل السياق لحاقه وسباقه أو نفسه عبارته المقصود هو قال أنه أن النظر الصحيح بلاغيا للقواعد المقرضة في الفن تجلي اعتقاد أهل السنة في آيات الصفات خلافا ما يذهب إليه كثير من البلاغيين قاصل أنهم من تزعم هذه المدرسة المدرسة بلاغية وأكثر فيها التصنيف علماء المعتزلة وتأثر بها بقية الطوائف فصارت عندهم مثلا دخول التأويل أصلا عندهم وأشياء من هذه القضايا إنما جرم إليها ترى عدم إحسان نظرهم لخصائص التراكيب وخصائص تريب في النظم القرآني وما فيها من جلال المعنى وبرازل المعنى الذي أراده الله عز وجل بهذا القرآن فهو ركز على هذه القضية وقال أنه سنحاكمهم إلى قواعدهم في علم البلاغة وأنها تقرد اعتقاد أهل السنة من الإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكيف وعلى مقرار علم السنة وأنها لا تؤدي لا إلى التعطيل ولا إلى نفي الصفات ولا تحتاج إلى تأويل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد أنما القحطاني في هذا البحث الجليل النفيس المتعوبي عليه بمعنى الكلمة جاء إلى غالب الصفات المذكورة في القرآن والتي أصل مساقها يدل على إثبات الصفات لله عز وجل سواء القضايا الاعتقاد ترى كلها موجودة عفادات آيات العقيدة لا خاصة ترى بالصفات عندنا آيات العقيدة تدلع الربوبية أو الولوهية والإسماء والصفات أو حتى مساء قضايا الإيمان قضايا القدر قضايا الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر كلها موجودة الآن لكلامنا على آيات العقيدة عموما هو قال آيات العقيدة المراد بها ما تدخل في الدرس العقدي المشهور المعروف عند علماء العقيدة وفي متون المصنفاتهم أيضا هو جاء تقريبا إلى عامة الآيات التي فيها هذه الأدلة وأراد أن يجلي طريقته أنه يأتي إلى الآيات ثم يبدأ يشرح بها انتبه يستخرج منها دلالات المعاني فيها على المراد من إثبات هذه العقيدة التي سيقت الآيات لأجلها سواء إثبات الشفاعة إثبات القيامة إثبات البعث إثبات الصفات أيما كانت بهذه الآيات فيجليها من الناحية البلاغية على القواعد والأصول وأنها تستخرج من هذه المعاني ثم هذه المعاني التي قررها واستخرجها وهي يقول بعضها معاني مبتكرة ويقول بل كثير من الآيات ما زالت معانيها مبتكرة بكرا تحتاج إلى تجليها يعني بلاغيا يأتي بمن قرر ذلك من العلماء ثم يبدأ يدارس هذه يستدل على ما ظهر له من معاني هذه الآيات أو ما جلها من قراءة الاعتقاد يستدل عليها من المنقول والمعقول وذكر مصنفات الأئمة أو شيء فإن كان لأهل التأويل فيها كلاما واستعملوا فيها البلاغة لأن كلامنا كله يحلحول الدرس البلاغي هذا اللي همنا نحن الآن درسة بلاغية الآن إن كانوا استعملوا علم البلاغة في تأويلها في نفية وأتى بهم وما استدلوا به وهذا اللي يقول أوسع الرد عليهم وطول الوجوه لأجد حاجة الدرس البلاغي وأن مثل ما قالوا وأن هذه الآيات لا تفي أبدا بغرضهم لا في النفي ولا في التأويل أبدا بل هو ما يعتقد أهل السنة في هذا الباب هو الذي تدل عليها هذه الآيات قسم بحثه ما قدم فيها أهمية مثل هذا البحث لمثل هذه الدراسة ثم قسم بحثه إلى ثلاث فصول فصل خصله بما يتعلق بقضايا بخصائص المفردة في آيات العقيدة المفردة قصد بها الكلمة وتحت أربعة مباحث خصائص المفردة القرآنية من حيث المادة من حيث المعنى بهذا الطريق ودرسها وهذا الباب الفصل الأول هو أطول فصول الكتاب قال لأهميته ولما يبنى عليه من تقريرات كثيرة يعني تقرابة 400 صفحة تقريباً ولدي أو أقل ثم بعد ذلك الفصل الثاني جعله لخصائص الجملة خصائص الجملة في النظر القرآن وفيها تلاتي الاعتقاد فهو الفصل الثالث خصائص الجمل طبعاً أو الثاني تحته ثلاث مباحث والذي بعد تحته مباحثين كلها دراسة موعبة طريقة ممتازة متميزة تكاد تكون يعني مبتكرة في دراسة مثل هذه القواعد أو مثل هذه الآيات طبعاً الفصل الثالث طبعاً مختصر وليس طويلاً الكتاب في مجلد أنا بس أحب أن أنبه إلى شيء معين أخونا الحبيب هذه مثالها شوف لاحظها أنه يأتي إلى الآية محل الاستشهاد ثم يستوعب فيها الكلام بلاغياً إن كان ما أستدل به في النفي فينكروا ما هذا بنفس القواعد يقول سأحاكموا إلى قواعدهم البلاغية وقس على ذلك ويبدأ يستدل بكلام أصيل متين يعني قل نظيره في الكتب التي تدرس مثل ذلك هذا الفصل الثاني كما ترى هذه خصائص الجملة في آيات العقيدة ذكرت هذه مباحث التوكيد والقصر والحذف وعندك الفصل الثالث والأخير وأقل العجيب والذي هذا إن شاء الله يا بان الخاتمة أنا من أعجب الخواتم الأبحاث التي وقفت عليها هذه الخاتمة أكثر من ستين صفحة ما شاء الله تبارك الله الحقيقة لا ستبى خاتمة هذه أقرب ما يكون إلى خلاصة لكل ممار فهو ملخص للبحث وهو قد قال وفقه الله في غرض ذلك في الهامش أنه قصد ذلك قصماً لأن في الداخل مناقشات ومناوشات وجواب واعتراض واستدلال واستنباط وأشياء ربما الباحث ربما القارئ الذي يريد وقف على خلاصة ما توصل قد لا يقف عليه في أثناء يعني هذه الزحمة فهو أراد أن يكتب ليس خاتمة هو أقرب إلى الملخص في ستين صفحة وأكثر من ستين صفحة هي الخاتمة هذا أطول من أطول مقرات يعني من أراد خلاص اكتب في لقرة الخاتمة ستين صفحة لكن هذا شيخنا على فكرة ممتازة يعني بعض الناس ما نشط فعلاً للقراءة فخاصة الأبحاث التي فيها دقة وكذا فهذه ممتازة يعني لو تبقت في بعض الكتب هي فكرة ممتازة ولو استلت وأيضاً طبعت الوحلة برضو فكرة ممتازة ستين صفحة ليس بالقليل أيضاً ولكن أنا أتمنى شيء ولدي إن شاء الله يسمعنا أخونا أجل الله خير أتمنى أن يستوعب بقية آيات الاعتقاد ما يبقي ولا آية يعني لا يقتصر على محل آيات الدراسة فقط لا يأتي ثم أتمنى أيضاً أن يفعل ذلك في السنة النبوية إن شاء الله أنه يفعل ذلك ثم أيضاً أتمنى أن هذا الكتاب يحرص على قراءته المتخصصون في علم أصحاب الدرس البلاغي والمتخصصون في الاعتقاد وفي التفسير لأنه ينفعهم كثيراً في الإجابات عن الإشكالات يا شو لما أتكلم عن المجاز ما شاء الله تبارك الله خاصة المجاز هذا أعمله في الصفات أعمال تأويل ونفي وكله فهو جاء لموضوع المجاز بالذات وحرره ومن وراته ويقول بالمجاز ويثبته وكيف أن المجاز لا يقضي أبداً نفي الصفات ولماذا ودفع الإشكالات ثم جاء بالنماذج التفصيلية لهذا الباب وفقه الله الكتاب مطبوع فيه مجلد ضخم من أصدار الدار العقيدة هذا سلمك الله أيضاً رسالة علمية أخرى وهي عبارة عن دراسة ميدانية لأحد الفرق والطوائف الضالة المعاصرة التي أجمع العلماء المعاصرون في فتوى في مجامع الفتاو والمجامع علمية وأصدروا فتوى في ذلك من قديم على كفرية وخروجة من الإسلام وهي الطائفة القديانية التي أسسها المرزى غلام أحمد القدياني وهو ضل معروف الدع النبوة وشاء من ذلك المقصود لهم عقائد باطنية وأشياء من هذا الكلام وإن كانوا يجعمون نفسهم أنه كذا هم قديانية في أصل مسكنهم ومبتهم لكن مثلاً في أفريقيا وغيره يعرفون بالأحمدية نفس الطائفة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مش عالب سليمان البجيدي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أنت معي لهذه النقطة المهمة أراد أن يدرس من ينتمي لهذه الجماعة في الدول العربية وأثرهم في الدول العربية ليس قصده كلام عن تاريخ الجماعة عامة ولا في نشأتها هناك لا لا لن يقوله عندنا كتابات كتبت باستيعاب كامل في أدد من الدول حول هذه القضية وأنا ليس قصدي هذا لن يتكلم عن أصل الجماعة سأيتكلم عن دراسة ميدانية لخطورة من دخل في البلاد العربية من شخصياتهم وما أقاموا مسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذا المذهب الباطل الفاسد وسمى بحثه الجماعة الأحمدية بين قوسين القديانية في البلاد العربية عرضا ودراسة عرضا ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مش عالب سليمان البجيدي وفقه الله وهو درس ميداني جاء إلى هذا الجماعة قدمي مقدمة فيها نشأتها بإيجاز وأهم عقائدها بالإيجاز هذا في الأصل لأنه كلام على الدول العربية لا غير ثم قسم تحته إلى على من أبواب أول باب جعله في النشأة التاريخية في البلاد العربية كيف نشأت القديانية وأهم وأبرز الشخصيات التي دخلت في هذا المجال وترجم لهم ويأتي بهذه التراجم شوف هذه هذه التراجم شوف تلاحظ معي هاي تاني يترجم لهم ترجم لأهم الشخصيات وكيف دخلت البلاد العربية وشيء من ذلك ثم بعد ذلك عقد الفصل الثاني في الوسائل التي دعت الانتشار مثل هذا المذهب وكيف دعمها الاستعمار الغربي ثم جعل الفصل الثالث ها هنا كما ترى في مقارنة عقائد هؤلاء القديانين العرب بعقائدهم في الأصل وما يختلفون فيه عنهم ثم مقارنة ذلك باعتقاء بعقيدة أهل السنة والجماعة وبعقيدة أهل الإسلام ثم بعد ذلك طب تحت عن الماحث الفصل الرابع جعله لأبرز الشخصيات التي تراجعت عن هذا العقيدة وهذه الطائفة ثم أسباب تراجعهم وجهودهم بعد ذلك في بيان بيان فساد هذه الجماعة وما فعلوا ما ألفوا مؤلفات وشيء من ذلك وجعل الفصل الخامس في الوسائل التي يمكن مواجهة فيها هذه الطائفة ويمكن يقاس نظائرها على بقية الطواف ثم بعد ذلك الفصل الأخير عندنا جهود لعلماء معاصرين في مكافعة هذه الجماعة ما ألفوا من كتب ما قاموا فيه من مناظرات ما كتبوا فيه من فتاوى ورسائل وشيء من ذلك هو يقول خطورة الجماعة اليوم تتمثل أن لهم قناة عربية مشهورة معروفة لهم موقع رسمي جدا لهم نشاط كبير في غرف المحادثات في المواقع في وسائل التواصل وهم نشطون في هذا الباب وهذا يدل على الخطر العميم طبعا فيه ترى رسائل أخذت عن هذه الطائفة في نيجيريا لكن اليساعة ما طبعت حتى الآن نتمنى أنها تبرز مثل هذه الجهود وفقهم الله الكتاب من إصدارات دار العقيدة أنا في شيء هنا في الأخير ذكني ولا جران قد نبهتك قبل ذلك هذا سلمك الله أيضا هو كتاب يطبع عندنا لأول مرة وهو من أوسع الكتب عندنا في بيان فضلي لا إله إلا الله اللي هي كلمة التوحيد الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن حسن ابن عبدالهادي الحنبلي المشهور المعروف بابن المبرد متوفى عام السلمية وتسعى الهجرة رحمة الله عليه صاحبي تعارف أنا حققتها مقبول منقول له كانت أستاذ المجستير رحمة الله عليه كان علامة واسعة للاطلاع وكان يملك مكتبة عظيمة جدا يعني إيش مكتبة أبوك شيء ولا حاجة قدامها عنده من نوادر الكتب حتى عنده يقول ما بقي بعد خراب بغداد كان عنده يملك نسخ من بعض الكتب هذه النوادر جدا المقصود وهو كان واسع التصنيف مصنفاته تربع على أربعمائة مصنف طبعا أغلبها لا حديثية ألف كتابا واسع نشوف لسعة اطلاعه وعندهم مصادر كان غالبا ما يكتب إذا جمع يجمع جمع مهرهيب يعني يجمع جمع من كتب اليوم في حيزة المفقود أصلا غير موجودة فجمع كتابا موعمت كما ترى في فضل لا إله إلا الله وكلمة التوحيد وبعض ما يتعلق بها وسماه التمهيد في الكلام على التوحيد للإمام جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي الحنبلي الدمشقي الصالح المشهور بابن المبرد المتوفى عام 1909 للهجرة رحمة الله عليه قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن مانع القحطاني وفقه الله بتحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية فريدة هي بخط المؤلف والكتاب طبع من قبل طبعتين لكن كلتا الطبعتين ناقصتين النص تقريبا هذا سوى ما فيها من الأخطاء والتطبيعات والتصحيفات وسوء القراءة وهذا غالب ما ينتاب العمل إذا كان على نسخة خطية وحيدة ولهذا هو اضطر الطرانة قال من باب من باب حتى يصحح من كان عنده النسخة الأولى والثانية المطبوعتين أن يصحح يشوف الجداول هذه إن شاء الله يبالي الإخوة هذا جداول بالأخطاء والتصحيفات الموجودة جعلها وفقه الله في المقدمة حتى يعني من أدوى يصحح نسخته وإن كانت لا تغني على نسخة لأن هذه الطبعة الآن التي بين أيدينا طبعة كاملة للكتاب ولله الحمد أول إلى آخره ساقى الآيات بن عبدالهادي بن المبرد في فضل لا إله إلا الله ثم الأحاديث ثم أقوال السلام ثم شيء من فضلها ومكانتها وشيء من منزلة أهلها ثم بعد ذلك ثمار هذه الكلمة وما ينتج عنه مع ذكر شيء من أحوال الصالحين مع كلمة التوحيد وشيء من ذلك والكتاب طرح ينقل بالإسناد من أشياء وينقل من كتب طرح نادرة غير موجودة معنا الآن الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة إن شاء الله يبالي الأخوة شوف لاحظها شوفها هذه الفائدة كذا الفائدة كذا مع حسن الإخراج ونعناية بالتخريج وفق شوف هذه من المنقولات التي لأبيات الشعرية والكتاب حفيل أن يقرأ طبعا هذا خط بن عبدالهادي المعروف هذا خطه معروف جدا يعني أول ما تقرأ هذا مكتب جمعه كاتبه يوسف بن حزن هذا هو شهور جدا خط بن عبدالله رحمة الله عليه الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة هذا أيضا رسالة علمية وهي ترجمة لأحد العلماء علماء نجد المعروفين الذين كان لهم إسهامات في التدريس والتأليف وخاصة أنه كان عاش في حقبة كان للصوت للقومية العربية انتشارها وللشيوعية انتشارها وحضور وجودها والدعوات الناصرية وغيرها فكان هو ممن ألف في الرد عليهم مثل شيخ العلامة السعدي وكذلك وتلمد على السعدي وتلمد على عمر بن سليم وتلمد أيضا على الشيخ بن حميد وشيء من ذلك ثم كانت له دروس في المسجد الحرامة الشيخ صالح البلايه العلامة الشيخ صالح البلايه رحمة الله عليه ساحب الكتاب هو أشهر كتبة التي عرفت كتاب السلسبيل في معرفة الدليل كتاب السيار معروف سبق أن عرضنا في البرنامج وهو كتاب نافع ماتع بمعنى الكلمة المقصود أن العلامة صالح البلايه اللي كانت لهم مصنفات خاصة في تقرير الاعتقاد والرد على المخالفين لعقيدة أهل السنة والعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر ابن محمد الرباح وفقه الله أراد في هذا البحث أن يبرز جهود العلامة الشيخ صالح البلايه في تقرير اعتقاد أهل السنة مع رد على المخالفين في الباب وسمى بحثه العلامة صالح البلايه وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين والرد على المخالفين من تأليف أخير الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بندر ابن محمد الرباح وفقه الله كتاب مجلد ضخم جدا بيّن في أول الأمر العلامة صالح البلايه ترجم له ترجمة مختصرة يعني بما تليق به هذا جعله في الباب الأول ترجمة خاصة به ثم تكلم عن أهم ثلاثة كتب له وهي التي دورها حولها يدور يعني الكتاب يدور حول هذه الثلاثة لأنها عنيت بالذات التقرير العقيدة كتاب عقيدة المسلمين المشهور والرد على المنحدين ومتدعين وكتاب آخر هو في مجمور رسائل فيها من القضاء العقيدة في بعض الرسائل وهي مختصرة من رسم مطولة وله كتاب يقول مخطوط لم يطبع وهو بحث قدمه لجامعة الإمام قديما وهذه الثلاثة هي الأصل عندها بالدراسة وأما الباقي فهو تبع إن وجد فيه شيئا ألحقه فيه ضمن كلامي ولا ترى ما يهد أصل في التبع قدم قلت لك بترجمة للعلامة جمعته المادة كل كتب علامة البلايه سواء المطبوعة أو غير المطبوعة مع التسجيلات الصوتية لأنه كان له دروس دروس ومحاضرات في المسجد الحمام وغيرها أيضا وخاء أخذ منها ما يتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك جمعها ورتبها والأصل أن يسوق كلام العلامة البلايه صالح البلايه ثم بعد ذلك يقرره ويشرحه ويبينه ويستدل عليه ثم هذا هي الفصول الكتاب باب الأول جعله بابا فيه ترجمة العلامة البلايه مع كلامه على تقريره منهجه في تقرير مساء العقيدة ثم بعد ذلك باب الثاني خاص له في طريقة ومنهجه في تقرير توحيد الله عز وجل الربوبية والأسماع والصفات والباب الثاني خاص له بقضايا الإيمان البقية بقية قضايا الإيمان والباب الثالث عندنا أو الرابع والأخير ما جعله في منهجه في الرد على المخالفين سواء في الملل اليهود والمصارى أو في الفرق المتكلمة السابقة أو في المذاهب الهدامة المعاصرة مثل الدارونية والشوعية والقومية والماسونية والقديانية والبهائية وجهوده في هذا رحمة الله عليه والكتابه كما ترى إنما هو تجلية لجهود العلامة الشيخ صالح البلايه مطبوع في مجلد ضخم من أصدار الدار العقيدة وفقهم الله أسدناك شيخنا الفاصل نعم قاصل عزان المشاهدين نعود إليكم بإذن الله نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا الحمد لله روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وأليا وفي هذا الحديث تذكير من أعجب بشيء من نعيم الدنيا بنعيم الجنة وفضل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأن في الجنة مناديل وأنها من حرير في غاية اللين وتذكر نعيم الجنة في غمرة نعيم الدنيا يجعل النفوس تشتاق إليها وتعمل لأجلها نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال حيا أهلا بكم متابعين الكرام مجدد ترحب بكم شيخنا أهلا سهلا يأخذ سهلا السؤال التفاعلي على الفيس فالتفاعلي يقول ما هو الكتاب الذي قرأته بسبب الثناية عليه وكيف وجدته نعم مجموعة من الإخوة ذكروا كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله هذا الذي أنا من اجتدته للثناية عليه كذلك وهو أهل لذلك لكن الحقيقة يحتاج إلى نقطة مرحلية عشان تفهم مع أنه ليس كل شيء فيه غامض نعم وهذا أخونا مسلم يقول في الحقيقة أكثر من كتاب منهم بداعة الصناعة في ترتيب الشرائع في الفقه الحنفي وجدته كتابا رائعا لا يكتفي فقط برأي حنيفة بل يبين أراء المذاهب وكتاب مبسوط للسر خسي وذكر غيرها أيضا من كتب الحنفي البداع والمبسوط مما أنصحوا بهما لكن لطالب العلم متمكن وهي من الكتب المطولة في فقه الحنفية ولا ينبغي طالب العلم حتى وغير حنفي ألا يطالع في هذين كتابا بالذات مع فتح القديل من الهمام لا أبود يجمع بينهم هذا مهم جدا إذا أراد تحليل المذهب الحنفية يأخذ حاجة بن عبدين محمد أيضا هذا لابد منها والبقية أيضا أعادوا سيد المعاد لنفسته آه ما شاء الله وهو كتاب من أهل للثناء أيضا مع العلم شو على نفسه أن الإمام بن القيم ألفه وهو على راحلته يعني في أثناء سفره وهذا من العجاب فهو يقول أم لاه من حفظه ولهذا هو يعتذر يقول إذا وجد أحد غلط ولا شيء يعني يسامحني سامح نواصل هذا سلمك الله أيضا في ضمن سلسلة التراجم للعلماء وأنا أشكر الأخوة للقائمين على ذكر التراجم مفردة للعلماء وكتابتها وتقييدها وتثبيتها حتى لا أعيانها والعلماء ولا مجهوده وما بدلوا في هذا الباب هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مهنى بن خالد الضالع وفقه الله وهو حفيد للعالم المترجم وهو العلام الشيخ علي بن سليمان الضالع رحمة الله عليه المتوفى عام 1397 الهجرة رحمة الله عليه هو حفيده قالوا أراد أن يجمع ترجمة الله وخاصة أنه ما في ترجمة يعني تليق بمقامه أو تستوفي قضايا العلم هذا العلم أراد أن يجمع مثل هذه الترجمة فأدرك من بقي يقول من أصحابه أو أتلاميذي أو شيء وهم يقول ما لقيت الله قليل جدا يقول حتى من أفراد سرطي كثير منهم قدمات أيضا فبقيت أوراق هنا هنا مكتبة وأشياء هنا هنا حتى يقول مكتبته يقول تفرقت من الشمال حتى نسمع مدريفة الراح راح جاب قصص وحاول يجمع مما رواه الناس ممن استطاعه ممن بقي من جيراني أو أصحابي أو تلاميذي وأخذ عنهم شيء من قضايا الترجمة من قرابته هذا سوى ما عرف عنه أو أي علم التقييدات أو شيء من ذلك فأراد أن يجمع الجميع في هذا المجلد اللطيف سماه حديث المحراب ورقات في سيرة الشيخ العلامة علي بن سليمان الضالع رحمه الله متوفى عام 1397 الهجر رحمة الله عليه من قلم حفيده مهنى بن خالد الضالع وفقه الله الكتاب في مجلد مصدرات دار العقيدة وهو أيضا قسمه على أبواب أو فصول إنما هي من باب كما ترى الفصول من باب التنويع للعلم المذكور ترجم له ترجمة موجازها هنا ثم ذكر حقد فص الأول في رحلاته للطلب العلم ومن لقي من الأعيان والمشايخ تلقى على يد الشيخ العلامة عمر بن سليم على العلامة بن حميد العلامة السعدي وكيف لقيهم ثم بعد ذلك تحصيله العلمي وكيف كان وحياته الوظيفية والتعليمية وكيف في الشريعة وكلية الشريعة واختياره للقضاء وشيء من ذلك ثم الفصل الرابع في الحياة التعليمية له في المحهد العلمي كذلك دروسه ثم حياته الاجتماعية وصفاته يعني أسرته وشيء من ذلك ثم مشايخه وطلابه أثار العلمي يساق في آخرها ما بقي من مكتبته يقول ليس له مصنفات مفردة وإنما ولا رسال ولا أبحاث إنما له تعاليق هذا يشوف الأخير تعاليق على مؤصنف وكتب عنده في المكتبة فحاول أن يستخرج ما وقف عليه ما وجده من بقية التعاليق التي موجودة كما ترى يقول هذه التعاليق وجدتها بخطه فأخرج أظن جاب نماذج من خطي هاونا حتى يكون يعني كنموذج من الخط وكيف يقيد على هذه الكتب ها هذا نماذج هذا نماذج هذا نماذج هذه نماذج من بعض الكتب التي كانت عنده وكان يكتب عليها بخطه بهذه الطريقة وهذا حسن جميل خاصا ولذلك نقول من كان له علم فليحرره حتى على حواشي نسخيه الخطية لأن هذه ترى هي عبارة عن تقريرات وتحشيات العلماء يعترون بها وبعض المكتوب من المطبوع ترى هي تقريرات كارت في حواشي نسخ العلماء وثم بعد ذلك ستبع إن شاء الله وفقهم الله الكتاب من إصدارات دار العقيدة هذا سلمك الله كتاب جميل لطيف أصله صنع لأجل أن يقرأ على عامة الناس في المساجد في البيوت درس أسبوعي ظل لثلاث سنوات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن صالح الجمحان وفقه الله بالحال الجمحان وفقه الله لمدة ثلاث سنوات أسبوعيا يأتي ويطرح درسا في السيرة النبوية هو خلاصة والأصارة ما قرأه في كتب السيرة سواء ما كتب في السيرة في الكتب المطولة وهي ضمن كتب التاريخ أو ما أفرد من كتب السيرة وكتب السيرة المفردة سواء منها القديم أو المعاصر وحصل حصيلة ذلك كل في هذه قرابة ستة وتسعين مجلسة من هذه المجالس كل مجلس يعتني جدا أتبه ليس القصد الآن القضايا اللي هي القضايا البحثية مشهورة تتبع رواية صحتها وأقوال وجواب أبدا ما في هذا الكلام هو ركز تماما على الدروس المستفادة وساقة ليس فيه وفيه كذا لا ساقة مساقا مساقا تربويا يعني وراد القضايا التربوية التعليمية الاجتماعية الاقتصادية السياسية وهذه هو ساقة بهذه الطريقة وفقه الله وسمى كتابه خاتمة المسك بسيرة من هو أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن صالح الجمحان وفقه الله وقدم بمقدمة فيها أهمية هذه السيرة لكن لاحظ معي إبانا إن شاء الله الإخوة لاحظها هذا مثلا هذا تشوف المجلس كم الثاني والخمسون لاحظ معي إن شاء الله بانا الإخوة المجلس الثاني والخمسون يبدأ سوكشف فيه الحمد لله لأن كأنما يفترض أن أحد يقرأه على المسجد على جماعة المسجد وهكذا يقرأه في تسلسل جميل جميل واستنباطات سلسة حتى ما فيه الكتاب كله ما فيه هوامش بهذه الطريقة كامل لما وصل للأخير وأنا بالعاني حطت هنا الخيط عشان يطلب معي على طول ما يأخرني ها أتى هذا الملحق هذا الملحق والدي هو عبارة عن خلاصة مختضبة مقتضبة جدا لمن أراد الوقوف على أهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من ملادته إلى مماته صلى الله عليه وسلم من أراد في هذا الملحق شو سماه ملحق سيرة المعسلة في سطور للوقوف اقتضابا على طول واحد يراجح الملاذ فقط المراجعة وفقه الله جعلها في خاتمة كتابه وفقه الله الكتاب مطبوع في مجلد من اصدارات دار العقيدة هذا يا ولدي كتاب صاحبه عهداني يسخى وهذاك أنت كم ينسخى وصاحبه اعتنى بأحكام المجالس لسبب لأنه هو ما شاء الله حلو المجلس أنا سمي ليمونة المجالس يعني إزلال الله خير أوش يمس عليه بالخير الشخيات الشخيات هل يبون حامض ما يحلو هو يسموه حامض حلو هو مجلس حلو ما يمل ما شاء الله من الفوائد ما يعطيك إياه وما تجد منه ما شاء الله من المتعة الحديث والإفادات ما تكتش ما يسمح الله يعني بعض الناس مبارك في المجلسي هو أصلا لأجل هذا أراد وهو كثير المجالس على فكرة لكثرة ما جلس وسمعوا كذا جاء عنده مسألة هذه المجالس لتنوح التي جلسها وما فيها ورأى أن هناك خلل في بعضها قصور في بعضها بعضها فيها جهل بعض الآداب أو الأحكام هناك نوازل لهذه المجالس تحتاج إلى بيان ومعرفة عامة الناس تحتاجونها سواء من الأخيار أو غير الأخيار مجالس دينية أو غير دينية دنيوية هذا يسمى كلها مجالس عموما أراد أن يجمع في هذا الكتاب ما وقف عليه من كلام أهل العلم وما جاء في النصوص الشرعية مما يدل على أحكام وآداب المجالس وجمع في هذا المجلد اللطيف الذي سمه تحفة الجالس في أحكام المجالس لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر ابن عبد العزيز الثميري وفقه الله أخونا الشيخ ياسر وفقه الله طبعا الكتاب في الداخل في المقدمة سمه تحفة الجالس في أحكام وآداب ونوازل المجالس فهو في التكلم عن ثلاث أشياء يسوقها مساقا واحدا يذكر لك أحكام مجالس مما قرره أهل العلم ويذكر لك الآداب أيضا ويتل بدل على ذلك والنوازل الحديثة التي في المجالس قصة تقسيم منطقي وهي آداب وإحكام قبل المجلس وآداب وإحكام أثناء المجلس وآداب وإحكام بعد المجلس وهي تقسيم جدا منطقي عندنا وهي ثلاثة فصول للكتاب كل واحد الأول تحته 25 حكما وأدبا ومسألة والثاني تحته 75 مسألة وحكم وأدب والثالث تحته 5 أو تقريبا ذلك يعني هذه المجموعة تقريبا بهذا الكتاب قدم بمقدمة فيها المجالس وتعريفها وشيء من ذلك وفقه الله يعني هذه كالك المدخل ثم بعد ذلك بدأ شوف 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 طريقته إن شاء الله بأن الأخوة يعطي رقما للأدب يعني في هذا الفصل هذا رقم أربع مثلا هذا الحكم والأدب رقم أربعة في مكان قبل مجلس يسوقه كعنوان كاملا محبرا كمتى باللون الأحمر ثم بعد ذلك يبدأ يشرحه ويبين معناه والمراد به ويدلل عليه من المنقول والمعقول والآثار وكلام أهل العلم ويقرره وشيء مع وجود إذا كانوا يتنبيهات فنذكروا تنبيهات شوف شو مثلا هذا استئدان عند الدخول يبدأ يقرر الاستئدان طريقته حاله متى يقال صيغه وهذا ومت ماشي كل الكتاب كتابه لطيف جميل جدا وقراءته مهمة جدا خاصة للنسوان لأنه كثيرات المجالس يعني لكن طبعا هو أنا حقيقة ما جردت الكتاب كاملا ما هذه المجالس التي عبر التي تعقد عبر الوسائل التواصل الحديث صوته صورة تعرف الآن ساروا الناس يفقوا هذا ويتكلمون وربما كانوا اثنين فقط المتحدثان لما في مجموعة مجالس هل عرج عليها أو لا لكن ترى تشمل على نفس الآداب إن شاء الله الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة والكتاب الحقيقة قلت لك يحتاج إلى قراءتي بين الفين الفين وهو من كتب البيوت لأن نحتاج ربي أهلنا وأبنائنا على هذه الآداب ويحتاج ترى كل الناس لأن الرجال والنساء على السواء والكبار والصغار لأنه آداب عموما سواء المجالس الدينية مجالس الدينوية أيام مكانت ويحتاج نهزي وراجع ما فيهم الآداب والحكام من الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله هذا سلمك الله شرح لطيف جميل جدا لمختصر قديم وهو من المختصرات القديمة في اعتقاد أهل السنة للعلامة الكبير الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي بكر الإسماعي اللي المتوفى عام 371 و75 اللي جاء رحمة الله عليه له مختصر في اعتقاد أهل السنة مشهور معروف سيار ومطبوع أطبيع عرض من الطبعات أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين قام وشرح هذا المختصر في عرض من المجالس أصله أصلا درس ثم بعد ذلك نقحه وزاد فيه وضبطه على يهيه للطبع وسمه تمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنة اعتقاد أهل السنة هو لشيخ الإسلام الحافظ بكر إسماعيلي صاحب المستقرد على صحيح البخاري وشرحه والشرح لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين وفقه الله وهذا الشرح المسموع إنما فرغه وجهده أخونا الحبيب فضيل الشيخ منذر بن سليمان بن شيح دازين وفقه الله لكن الشيخ يقول راجعه ودققه وأضاف الشيء يحتاج إليها وقدم مقدمة فيها ترجمة الإسماعيلي وشيء من ذلك ثم هذه طريقة في الشرح قال المصنف ويجعل بين خطين عدم محبرا قوله ينقله من المتن ثم مكتب الشرح ويأتي بشرح الشيخ الشيخ أبا بطين وفقه الله والكتاب بكامله على هذا النوان مجلد اللطيف من إصطارات دار العقيدة هذا سلم الله أيضا كتابه لطيف جدا وهو لأحد أحبابنا الأفاضل أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد السلام ابن صالح العييري وفقه الله أراد أن يجمع بعض الترنتبه ليس تراجم الكتاب إنما في أخبار هؤلاء العلماء من المتأخرين هم للقرن الماضي فقط لآخر قرن عندنا وأراد به ذلك قصدا لأنه يقول حتى يكون قدوات لنا حية القدوات تستنطق بما فيها من الزهد والعلم والورع والبدل والدعوة والجهاد في هذا الباب والبيان وهذه الطريقة ستكون عندنا مادة حية وهم أيضا مختلفين مشارب ما بين محدثين ومفسرين وقراء وغير ذلك وأيضا هم مختلفين مناطق في الدول الإسلامية عموما هنود وشوام وعراقين ومن أهل الجزيرة ومنوعين والأقصد أن يأتي بمواقفهم الدالة على ما بواب عليه في هذا الكتاب ثمه أخبار الأخيار من العلماء والدعاء والعباد والتجار لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد السلام ابن صالح العييري وفقه الله والكتاب مجلد من صدر الدار العقيدة طبعا قدم مقدمة فيها أهمية التراجم العلماء وكيف تعب على جمع مثل هذا الكتاب ومن أين جمعها قال من كتب التراجم أو الرحلات أو المذكرات أو مدر من أو بعضها لقاءات بعضهم هو لقيهم قابلهم قبل أن يموت وأخذ منهم ولم يترجم إلى الأموات ما ترجم لأحد الحيلة قال الحيلات من علي فتنة ثم عرج على بركة الوقت عندهم ويأتي بقصص في هذا الباب ثم يأتي بمثل جهودهم شوفها مثال الشيخ حافظ حكمي يتكلم عن مثلا هذا لما اتذكر الوقت استغلاله للوقت كيف شوف هذا ليس الترجمة إنما كيف كانوا في اعتنان بالوقت فلان بعده فلان بهذه الطريقة يأتي إلى باب الأبواب ويذكر لك تحته بعض العلماء المعروفين في هذا الباب شوف لاحظ هذا من المغرب الشيخ شعيب أبو شعيب الدكالي وهذا مثلا باب الجامعة الإسلامية قص على هذا إبراهيم العياشي عبد الفتاح المرصة في شوف باب إكرام العلماء يتكلم عن قصص لهؤلاء العلماء في إكرام العلماء وشيء من ذلك الكتاب لطيف ولا يملمنه لأجل كله أخبار لهؤلاء العلماء وقعت لهم في هذه الأبواب وفقه الله والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة هذا سلمك الله تحقيق جديد لمنظومة مشهورة في اعتقادها للسنة وهي المنظومة الحائية لابن أبي داود أبو داود صاحب السنة له ابن الحافظ أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني له منظومة حائية في 33 بيتا مشهورة نقلت بالتواتر وكثير من أهل العلم نقلوا في مصنفات مثل أجوري في الشريع وغيره أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود ابن محمد ابن محمود آل عبد الله جاء إلى هذه المنظومة وحققها على ستة نسخ خطية نفيسة جدا هذا غير النسخ الموجودة في بطون المصنفات المطولة كالشريع وغيرها وقابلها واخرجها بعنوان قصيدة في السنة المشهورة بالمنظومة الحائية إن شاء الله بان للإخوة نظم للإمام الحافظ ابن الإمام الحافظ الحجة هو الإمام المولف هو أبو بكر عبد الله عبد الله ابن صاحب السنة سليمان ابن الأشعة السليستاني الناظم في عام ثلاثمية وستة عشر الهجرة رحمة الله عليه طبعا هذه المنظومة جاء لها بستة روايات وقف عليها برواية الإمام الآجري وابن بطة وابن شاهين وابن شاذان والصفار والسمعاني ستة وقد قابلها جميعا وأثبت الرواية كلها مع بعض أثبتها ثم قدم له العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد ووفقه الله فيها همية المنظومات عند أهل السنة وشي من نماذج هذه المنظومات ووفقه الله وحققها وقدم المقدمة فيها الترجمة وهمية ذلك وبهذه الطريقة ترجمة الناظم ثم بعد ذلك دراسة الكتاب عرف بالرواة هذا شوف عرف بالرواة المذكورين ستة كله تعريفهم بهم ورواياته ثم كيف صانع بالنسخة الخطية ميزة هذا النظم والشراح الذي شرحوه حتى وخطط العمل ثم هذه النسخة الخطية نماذج منها وهذا هو النظم شوف لاحظ هذا هو النظم يرقم الأبيات كما ترى ويشكلها من أول إلى آخر وهنا يعلق فوارق النسخ لما تم له ذلك حتى انتهى من هذا جاء حتى فيها تعاليه لما انتهى منها أتى بالنظم مجردا عن الحواشي لمن أراد أن يحفظها مشكولة مضبوطة له وفقه الله والكتاب في جزء لطيف من اصدارات دار العقيدة شيخنا هل اتفقت النسخ ستة كلها على نفس الأبيات ولا فيه زيادة ونقص لا لا فيه ألفاظ فيه ألفاظ معينة هو يقول ما غالب الألفاظ التي يشترك فيها يثبتها وينبه في الحاشة وشيء من ذلك وفقه الله هذا سلمك الله شرح لمثل أجروي مشهور ونظمه جماعة كان ممن نظمه أحد علماء شنقيط وهو ابن أب العلامة الشيخ محمد ابن أب القلاوي الشنقيطي رحمة الله عليه توفي عام 1160 الهجاة رحمة الله عليه وله منظومتان للكتاب منظومة مطولة ومنظومة مختصرة هذه المختصرة جاء أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور منصور ابن محمد ابن عبدالله الصبعوب وفقه الله وسبقه نداخل معنا في البرنادي نحن نفسي عليه بالخير الله عبت العافية وشرح هذه المنظومة سمى شرح نظم الآجرومية النظم لمحمد بن أب القلاوي الشنقيطي رحمة الله عليه متوفى عام 1160 الهجرة علم ابن عاب هذا قد ترجم له في أول كتاب بما يدل تقدم مقدمات وترجم من هذا لكن ترجم من ابن عاب ثم بدأ شوف هذه طريقته يأتي بالبيت محبرا باللون الأحمر مرقما كما ترى مشكولا ثم يأتي بعد ذلك بالشرح هذا النظم ابن عاب الشنقيطي القلاوي وهو هذا شرح الشيخ السقعوب بعد ذلك كل الكتاب على هذا المنوان وهو شرح ميسر لطيف اعتنى فيه بتحرير العبارة وذكر الأمثلة على ذلك هذا اللي قلت لك عنه ولدي أما الشيخ أيضا في محاسن شرحه أنه تعتنى بالخرائط الذهنية كل الكتاب على هذا المنوان كل باب ينتهي منه يجعل له خرائط ذهنية تقرب مسائله أو تقرب ما فيه من المسائل لاحظ لاحظ معي كل الأبواب النحو بهذه الطريقة وفقه الله وهذا جميل لأنه يعطيه صورة جملية عامة لعامة مسائل الباب أو تفريعات الباب وفقه الله الكتاب من صدرات دار العقيدة هذا كتابه لطيف جدا في موضوع مطلوق وهو كتب في الدعاء صاحبه ظهر نمر بأزمة جعل ثم تضرع إلى الله فنفع الله بالدعاء ولا شك أن الله سجيب الدعاء وأراد أن يكتب كتابه ينصح فيه إخوانه وينصح فيه نفسه وقبل ذلك أن لا يعجزوا عن الدعاء فسمى كتابه لا تكن أعجز الناس شوف فتترك سلاحك لا تكن أعجز الناس فتترك سلاحك الكتاب عن شوف شأن الدعاء فضله أحواله آدابه أماكنه أوقاته موانعه هذه هي فصول أو عنوين الكتاب أو عنوين الكتاب فصول الكتاب في الداخل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم وفقه الله رحمة الله عليه توفي رحمة الله عليه هذا جلء لطيف جمع فيه ما وقع تحت يديه ما أراد أن يكون تذكيرا ختمه بأدعية مستجابة بعض قصص للصالحين أدعت بعض الصالحين في الأخير وقصره على الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وهو كتابه اللطيف والجميل والكتاب يعني الكتابة في مثل هذا مطروقة جدا لكنه ربما استعدب أشياء وجمع أشياء كان نفسه ثم أخرجها للناس جزء لطيف من اصدارات دار العقيدة وفقهم الله هذا سلمك الله إخراج جديد لمتن السيار وهو كتاب عمدة الأحكام يكون للحفاظ جاهل مشكولا مضبوطا مرقما فأخرجوا فأخرجوا كتاب هذا الكتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام الحافظ عبدالغين المقتصي رحمة الله عليه متوفى عام ستمية الهجرة شوف أشرف عليه مركز حفاظ السنة ما في مقابلات من نسخ خطية إطلاقا هم قالوا هذا وإنما فيه تشكيل ضبطوا الكتاب من أوله لآخره لاحظ معي وما كان فيه جعلوا كلام الله سلم بالبنط العريض وما كان فيه بالأحاديث التي انفرد بها مسلم قالوا نجعلها باللون الأحمر ها مثالها شوفها وهذا اللفظ لمسلم يجعلونه باللون الأحمر وأما الباقي متفق عليه فإنه باللون الأسود كما ترى والكتاب كله ما فيه ولا حاشية لأجل الحفظ فقط لا قول أكثر مجلد لطيف من إصدارات دار العقيدة هذا الثاني على نفس الموان نفس الفكرة تقريبه للحفاظ بلوغ المرام جاءوا إلى كتاب العلام الشيخ عبد الله الفوزان في مورد الأفهام اعتمدوا ترقيمه وضطه للأحاديث وضبطوها على هذا بلوغ المرام يعدله ملحة العلام شرح بلوغ المرام ملحة العلام ملحة العلام هم قالوا مورد الأفهام المقصود فبلوغ المرام حافظ من حجر عشقلاني شرح börjar صح صح هذا أنم صح المهم قاموا في هذا الكتاب لضبطه للحفاظ بلا ابن حجر ولم يضيفوا شيء في الهوامش ولم يشرعوا ولم يبينوا وجعلوا للحفظ اللي هو مركز حفاظ السنة عن نفس المنوال وقدموا لكن ايش فعلوا ها هنا قالوا ما كان محل آسف اعتمدوا عن نسخة الشيخ ماهر الفحل آسفة هذه كلها حق الشيخ المورد الافهام صح أحسنت هذه سلمك الله اعتمدوا نسخة الشيخ ماهر رياسي للفحل وفقوا الله وهم من العلماء العراق المحدثين واعتمدوا عليها واخرضوا كتاب عليها نزعوا الحواشي يقولوا جعلوا استعملوا الألوان الثلاثة إن شاء الله بالأسود والأخضر والأحمر فما كان فيها من الأحاديث التي هي بالصحيحين قد جعلوها خاص بالأسود وما كان خارج سعيم في السنة الأربع جعلوها بالأخضر والأحمر بقية الكتب إن شاء الله يبالي الأخوة هنا شوفها هذا في الصحيحين الأخضر في السنة الأربعة الباقي في دار قطني بن خزيمة أحمد بنون الأحمر والكتاب كله على هذا المنوال لأجل تسهيل الحفظ على الحفاظ وفقهم الله مجلد من أصدارات مركز حفاظ السنة وبالاشتراك مع دار العقيدة أيضا في هذا كم باقي يا ولدي ثلاث دقائق يلا يلا ربك إبعين هذا مشروع لشرح الكتب المهمة المؤصلة في المتون المهمة المختصرة إن شاء الله تخلوني أخمّل أول طبعا كل الشروح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد أبن محمد بن عبدالله الصبع أبن فوق الله أخو الشيخ منصور اللي مر معنا قبل قليل طبعا هذه الشروح شروح واضح أنه شرحها في عرض من الدورات أو شيء من ذلك هذا أول شرح عندنا وهو شرح للعقيدة الوسطية لشيخ الاسلام متيمية سمّه ألفوائد الندية شرح للعقيدة الوسطية لشيخ الاسلام متيمية وهو شرح اللطيف سيار ترجمة في شيخ الاسلام وهمية الوسطية وطريقته وهادي طريقته أنه يأتي كده بين هذا داخل الإطار كلامه شيخ الاسلام متيمية ثم يشرحه وهنا التعليق محتاج إلى تخريج وشيء من ذلك كل الكتاب على هذا المنوال وهو شرح فيه تقرير اعتقاد أهل السنة لطيف جدا وأنصح به للمنترئين بالذات بإصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع مركز الحفاظ السنة هذا سلمك الله الثاني وهو شرح للأصول الثلاثة سرح الأصول الثلاثة لشيخ سامن محمد عبدالوهاب رحمة الله عليه أيضا الأخير الحبيب فضيل الشيخ أحمد بن محمد عبدالله الصعوب وفقه الله وهو على نفس المنوال ترجم للإمام بن عبدالوهاب ثم بعد ذلك على نفس المنوال في الإطار كلام الشيخ في الأصول الثلاثة وهذا هو شرح شرح ميسر فيه بيان فك العبارة والاستدلال والتمثيل وفقوا الله وهو يقتضي التقرير وهذا مهم للمنترئين تقرير العقيدة على الكتاب من أصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع حفاظ السنة هذا الثالث من المتون السيارة وهو الورقات الجويني شرحوا متن الورقات لأبي المعالي الجويني لأخينا الحبيب فضيل الشيخ أحمد بن محمد بن عبدالله الصعوب وفقه الله وهو على نفس المنوال لكن ترجم للجويني بين همية كتاب الورقات قدم بمقدمة فيها الأصول وهمية دراسة الأصول هنا مقارنة في الجدول هذه بينما كان يختاره على طريقة الشافعية المسائل الأصولية وبينما الثابت في مشهور عن مذهب الحنابلة اللي مذكور عند ابن نجار وغيره وهذا جيد هذه المقارنة لعامة مسائل الكتاب ثم هو في الشرح هنا كما ترى يأتي بكلام قوله شوف الأحمر المحبر هنا قوله يعني أبي المعالي الجويني ثم هو يبدأ بالشرح هنا وشرح فيه طول لأجل ما فيه من الاستدلال أو من التمثيل وهو كثير مجلد من اصدارات دار العقيدة بالاشتراك من مركز حفاظ السنة وهذا عندي ما قبل الأخير عندي وهو شرح لمنظومة القواعد الفقهية العلامة السعدي رحمه الله عليه وهي منظومة سيارة جدا مفهومة ومعروفة سمها لآلئ البهية على منظومة القواعد الفقهية المنظومة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عمد عبد الله السقعوب أيضا في هذا الكتاب اللطيف الجميل وهو المنظومة على هذه الطريقة يأتي بالأبيات والراحة للأبيات هذا الأبيات بين قوسين كما ترى محبرة في هذا الإطار ثم بعد ذلك هو يبدأ يشرح يذكر لك ما فيه المعناها وتقريرها والسلال عليها وأمثلته وما فيها من اعتراضات أو شيء من ذلك أيضا شرحه اللطيف من أصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع مركز حفاظ السنة وهذا الأخير وهو عبارة عن وصية لطالب العلم في ضد العلم لمن أرى أن يطبع كيف تضبط العلم ولهذا جاء بطريقة تحصيل العلم فركز على الحفظ وحضور دروس المشايخ وعلى المذاكرة والمراجعة وعلى قراءة الكتب وعلى البحث والدرس وهي خمسة وسائل كل واحد يأخذها ويقررها سماها وصيتي لك يا طالب العلم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن محمد صعوبة فقه الله وكتبه ومؤلفاته مباركة وفيها ذكر الأمثلة ونماذج كتيب اللطيف من أصدارات دار العقيدة وفقهم الله أزاكم الله خير الشيخ أحمد الله هذا عضو الماتع وشكر موصول لكم أعزائينا ومشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضى الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضى الله في كل حال لنلقا رضى الله في كل حال لنلقا رضى الله في كل حال